هتفضل سورة منتخب الألماني اللي حاطت إيده لمؤغزة دلوقتي الله أعلم إيده فين لكن كان حاطت إيده على بؤه في منديال قطر واحدة من السور الفارقة في تاريخ ألمانيا مع كرة القدم فاكرين الصورة دي؟ شفت سكرات اللي تكلمنا عنه في أول الحلقة شفت الفرق بين لاعب لاعب خاض نضال في بلده ضد حكم عسكري وبين الناس طلعت دافع عن قضية هتفضل السورة دي عار على منتخب ألمانيا التقارير بتحكي اللي بتتقال حتى الآن بتقول إنه ما كانش فيه يعني كانت أسبابك إنها كانت أه شفت فكر ده ده النجم النجم اللي حارب عشان بلده هي هتفضل السورة دي عار على منتخب ألمانيا التقارير بتحكي اللي بتتقال حتى الآن بتقول إنه ما كانش فيه يعني كانت أسباب إنها كانت أه شفت فكر ده ده النجم النجم اللي حارب عشان بلده بينما فريق بكامل جاي ألي يعمل كده عشان بلد منع القانون ده أو عاملة قانون التقارير بتقول إن دي كانت واحدة من أسباب خروجهم أحدث حاجة نقلوا موقع قناة الحرة عن صحيفة اسمها سبورت بتقريبا بتقول إن اللعيبة بتوع المنتخب الألماني انقسموا في غرفة الملابس قبل الصورة ما بين ناس موافقة تعمل كده وناس معطردة آه دي قناة الحرة هو لا لا قناة الحرة قناة الحرة الله يخليك أيوة تقارير لعيب المنتخب ألمانيا انقسموا بشأن التغطية أفواحهم في الصورة الرسمية الصحيفة دي كشفت إن حركة تغطية الفم اللي قام بها لعيبة المنتخب الألماني أحدثت انقسامات داخل غرفة الملابس بسبب عدم موافقة بعض اللعبين وضع اللعبين زي ما انتوا شفتوا إيديهم كده مع منتخب احتجاجا على رفض الاتحال الدولي السماح لقائد فريقهم بارتداء شارط حب واحد لدعم مجتمع الميم وعاد خروج ألمانيا إلى آخره يعني التقرير ده بيفتح السؤال عن حرية الرأي والفساد في ألمانيا اللي انتشر عنها تقارير كتيرة جدا ألمانيا اللي جاية دافع عن مجتمع الميم عندها تراجع في مؤشر حرية الصحافة تخيلوا عندها تراجع في مؤشر حرية الرأي اللي جاية تعلمنا درس في احترام الحرية واحترام مجتمع الميم تب احترموا مجتمع صاد الأول تب احترموا مجتمع قاف أنا ما قلتش حاجة من عندي في مايو 22 الخبر هو ألمانيا تتراجع في مؤشر حرية الصحافة مش بس كده ده طلع مجموعة من الألمان اكتشفوا فضايح وفساد ورشاوة زي دي اعترف برشاوة في استضافة ألمانيا للمونديال ده سكاي نيوز عربية في 2015 طلع ان ألمانيا ملغمطت دنيا اعترف رئيس الاتحاد الألماني السابق لكرة القدم بعملية دفع أموال أثناء حملة بلاده لاستضافة كاس العالم 2006 واتهم الرئيس الألماني الحالي بالكذب بزرميت في 2019 مجلس أوروبا اتهم ألمانيا بانها تتهاون في محاربة الفساد في 2019 ده في 2019 اكتشفوا ان الفساد بيكلف الاقتصاد الألماني 400 مليار يورو سنويا نقلا عن عين مش بس كده ده لما الرئيس الأمريكي ريجن بعد الحرب البردة أثناء الحرب البردة ألمانيا اتفقت مع روسيا أو بعد الحرب البردة انهم يعملوا اتفاقية الغاز مقابل الأنابيب يعني ألمانيا تدي الأنابيب لروسيا وروسيا تديها الغاز حذر الرؤساء الأمريكان اللي منهم كان ريجن وبعد ريجن حتى أوباما حذر من اتفاقية دي وقال انه هنوقع عقوبات على ألمانيا مش عايزين روسيا تخش في القصة دي خالص قيل أنا بقول له قيل بن قسين أن الحكومة الألمانية وقتها عشان تهرب من الضغط الأمريكي قررت تسلم شركة بيئة مسألة تبادل الأنابيب مع الغاز مع روسيا وتخلع هي من الموضوع يعني سطارة يعني وقيل أن روسيا دفعت مليارات رشاوة لأعضاء بلديات وأعضاء الشركات دي واستمرت القصة وقيل أنه لحد النهاردة الكلام عن الحرب الروسية الأوكرانية ممنوع في ألمانيا أو محطوط تحت العين من الرياضة للسياسة بعد ما عاشت ألمانيا مبارح ليلة صعبة جدا شهدت استنفار أمني بعد الأبض على 25 شخص بتهم التدبير محاولة انقلاب على السلطة الحاكمة ألمانيا تعتقل 25 متأمن بالتقديد لانقلاب التفاصيل الكاملة نقلتها عربي بوسط قالت أن في عملية أمنية وسعة بألمانيا السلطات اعتقلت 25 شخص من تنظيم مواطن الرايخ وتتهمهم بمحاولة الانقلاب انقلاب خلين شوف فيديو اقتحام القوات الألمانية لعدد من المنازل المتورطين في القصة دي طيب أنا حد بعيدتلي الحقيقة تقريري واشكر عليه جدا على القصة دي مين هم مواطن الرايخ دول هم ناس يمنيين لا يعترفوا بالدولة الألمانية الحديثة وهم مطلق على نفسهم مواطن الرايخ متهمين بالتخطيط للانقلاب على السلطة بألمانيا هم ما بيعترفوش بالدولة الألمانية الحديثة وهم متهمون بالسلطة مين بقى اللي ورى الموضوع ده يعني التنظيم ده بيتحرك ازاي بيقولك الحكاية ان فيه أمير أمير اسمه هنرش الأمير ده الحقيقة متهم بأنه هو اللي ورى التنظيم ده هو ده الأمير هنرش هو ده ده هنرش الثالث عشر هنرش ده القصة بتقول ان الراجل ده منحدر من عائلة أملكية ألمانية وكان عنده أملاك لكن الدولة صدرتها وعمل تنظيم بيقولوا انه فيه ضباط جيش سابقون وفيهم ضابط جيش دلوقتي ونوافل برلمان أهو ألمانيا تحبط محاولة انقلاب أمير سابق هدد عرش الحكومة الفيدرالية خلينشوف كده فيديو الأبض على الأمير السابق هنرش هنري أو هنرش الثالث عشر لأنه ما فيه رواية تانية بتقولك ان روسيا ربما يكون لها علاقة بمحاولة الانقلاب دي وطلعت روسيا نافت ألمانيا تفشي المخطط يميني لمهاجمة البرلمان ومسكتان في تورطها لكن فيه رواية حد بعتها لي أنا هنقلها زي ما هي وعلى مسؤولته هو هنرش ده عنده تلاتة وسبعين سنة أو يعني اثنين وسبعين دة وسبعين سنة هو أمير في أو يعني هو بيقول انه بينحدر من عائلة ملكية بيسموا نفسهم هنري وكلهم هنري أو هنرش الهنرش الأول التاني التالت ده التلات عشر ده كان عنده أملاك ويقال انه كان عنده أصر أو عنده أصر ملكي ده للجماعة بتاعه دول يتدربوا فيه على إطلاق الرصاص والحاجات دي رواية وأنه كلهم يمنيين وأعضاء في حزب اسمه اي اف دي وده حزب البديل متطرف حزبه متطرف يعني وبيكونوا ناس خارجين من حاجة اسمع البوندسفير والقوات المسلحة لأنهم بيعرفوا أو بيحبوا درب النار اتقابد على العدد ده حاجة وعشرين شخص منهم هنرش ده وهو عنده مشكلة مع الدولة الألمانية لأنه فقط كتير من أملاكه ورفع أواضي كتير عشان يسترد أملاكه دي لكنه خسرها حسب ما بيقول التقرير وهو بيحلم برجوع دولة الماضي وإدى الخلية أصر من أصوره أو ملكه يعني يتدربوا فيه على ضرب النار وكده ولقوا أنهم يعملوا وزيرة العدل وكانت أيام في البرلمان بيحلموا أنهم يعملوا دولة متجنسة من الجنس الآري فقط لاغية واللي عارفين قصة هتلر اللي كان بيرى أن الجنس الآري ده هو المختار يعني أفضل جنس في البشرية وأنه الشخصية التالتة اللي في القصة دي واحد اسمه كوميسيار ده في الشرطة الفيدرالية وكان مسؤول عن التحقيق في معبد في حريق معبد يهودي كان حصل حريق معبد يهودي في ألمانيا وكوميسيار ده كان في الشرطة الفيدرالية وكان مسؤول عن التحقيق اليهود خافوا وقالوا عليه أن يهودي متطرف أنه قصدي متطرف وأنه احنا شكين فيه أصلا وطبعا اليمين المتطرف بيكره اليهود فقالوا أنه هو يميني متطرف ومش ممكن يسعيدنا أصلا اترافد من وظيفته عشان مشي في مظاهرة ضد كورونا وكان بيقول ما فيش حاجة اسمها كورونا والراج كانت طلع في دماغه كده ما فيش حاجة اسمها كورونا وترفد وبقية اللي تمسكوا فيهم واحد من أشهر في فرقة الكوماندز الألمانية والغريب أنه شغال لسه في الجيش ده واحد من اللي تمسكوا برضو الحكومة الألمانية بتقول أن الخلية دي كانت بتتدرب على إسقاط الحكومة بالقوة والسلاح لكن تعليقات ناس كتير في ألمانيا نفت القصة دي قلبا وقالبا وقالت أنه ممكن تكون الحكومة عاملة كده الألمانية عشان تغطي على إعدام اللاجئين اللي زايدة اليومين دول وكمان بيقولوا أن الحكومة الألمانية ده تعليقات الناس مش أنا تعليقات الناس في ألمانيا بتقول أن الحكومة الألمانية عاملة ده عشان تهدي من حالة الصخط بين الناس بالسبب الأسعار وعدم رضاهم عن الحكومة وبيقولوا اللي عايشين في ألمانيا الألمان بيقولوا أن الرايش بيرجر دول أو المواطنين الرايخ دول عالم عبيطة أصلاً والحكاية مش مستهلة يعني تبقابلين الموضوع على إيه قوي كده ده شات ناس هبل هم بيقولوا كده آآ 300 شرطي رايحين تقبضوا عليهم بتلتميت شرطي وقوة مسلحة وبعدين بيقولك ده الأمير هنرش ده أصلاً راجل عجوز ومسن وما يستحملش زقة والغريبة أن الكاميرات اللي مستنية لحظة الأبضة عليه يا سلام يعني الإعلام عارف أن انتوا رايحين تقبضوا على هنرش والإعلام مستني زي ما شفنا الأبضة عليه الإعلام مستني الكاميرات قدام البيت وانتوا تقبضوا عليه ايه التمثيلية دي واحد بيخطط لقلب نظام الحكم تروحوا تقبضوا عليه وكل الصحافة ليه هناك قدام البيت هات كده مشهد الأبضة عليه كده يا علي فهم بيقولوا يعني معقولة راحين تقبضوا على الأمين هيرن رجده أيوه هو ده والصحافة رويترز وقفة هي رويترز وقفة إلعب بقى كده والصحافة وقفة والتلفزيونات بيقولك ايه التمثيلية دي الألمان بيقولوا كده مشهنا ومراسلين صحفيين كمل كمل الفيديو هتلاقي مراسلين اهو وقفين بالكاميرات تتفضل قالك ايه التمثيلية دي بقى احنا نحضروا لقى ده مدبل انقلاب عسكري بالسلاح بقوة السلاح راحين تقبضوا عليه والكاميرات مستنيها والإعلام مستنيه بره ومصورين صحف وبص تفرج تفرج ده كلام واستغربوا ان الامير حنرش ومقبود عليه لابس ماسك ومعظم المنظمة دي مواطنون الرايخ ما بيؤمنوش ان فيه كورونا اصلا بيقولك انه مش معترفين بالكورونا القاضية اللي اسمها مارجريت اه اترافلت النهاردة بيقولوا انها دي قصة كلها انه الامير حنرش التلتاشر فاعلته بيقولوا عليه مشوش الفكر وعجز وخرف ومؤمن برازالية المؤامرة اه وهو عمل قناعة في التليجرام دي هي الاتصال بينه وبين اعضاء العصابة اللي كانوا بيخطاته لضرب بخطوط الكهرباء وعمل عمليات ارهابية لاسقاط الحكومة انا قلت كل اللي وصلني زي ما وصلني انا شخصيا شخصيا مش مصدق الفيلم داخله كله على بعضه ولا داخل دماغي اه فيه يمين متطرف في ايطاليا اه فيه يمين متطرف في اوروبا بكتير النازيين الجدد كتير لكن الراجل ده هو هنريش ده هو اللي عمل خطة وبتاعه وهيغير ازاي يعني بـ 29 واحد هيعملوا انقلاب عسكري ازاي يعني ايه الهاباليا دي ده هابولي هابولي رسمي وكالة الصحافة الفرنسية انصار الرئيس رئيس بيرو بدور كاستيلو يتظاهرون امام البرلمان بعد التصويت على عزله ده عاجل ده عزله الشرطة اعتقلت الراجل ده رئيس بيرو يعني حال البرلمان وفرض حالة التوارئ في البلاد رحت الشرطة اعتقلته اهو تغريدة للشرطة في بيرو تقول ان قوات الامن اعتقلت الرئيس كاستاليو وتشير اليه بلقب الرئيس السابق عبالنا يا رب حد يسمعني صوت الراحلة زينات صدقي ده حضرات رئيس بيرو الشرطة كان حاولي حل البرلمان ويفرض حالة التوارئ الشرطة او في تغريدة للشرطة بيرو اعلنت اعتقال رئيس بيرو واشارت اليه بلقب السابق الرئيس السابق نفسي به نفسي نسمعها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة